نهده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوَّأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنَّته مع الحبيب المُصطفى صلى الله عليه وسلم إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه أحبَّتي في الله جرَت العادة أن يتكلَّم الخطيب في أول جمعةٍ بعد رمضان عن أسباب الانتكاسات ووسائل الثبات بعد شهر الطاعات والقربات وهي عادةٌ حسنة وجيدة ولكن دعوني أبدأ هذه الخطبة بتلك البشائر التي تسرُّ كل مؤمن وتسعدُ كل تقيٍّ غيورٍ لدين الله عز وجل في فترة العيد من الطبيعي أن يتصل الأئمة والخطباء فيما بينهم يتواصلون ويتذاكرون أخبار رمضان ويتذاكرون أحوال هذا الشهر وما الذي ميَّزه عن غيره فكان هناك أمراً عجيباً اختلف عن السنوات الماضية وكأن الجميع اتفق على هذه المقولة أتكلم عن بعض من سمعتُهم من صيدة وبعض من سمعتُهم من خارج صيدة من بيروت ومن ترابولتس ومن البقاع وأتكلم عن من تكلمتُ معهم من خارج لبنان في دول عربية ودول غير عربية ودول أوروبية وأجنبية في كثيرٍ من بقاع الأرض الكلُّ متفقٌ على مقولةٍ واحدة رمضان هذا العام كان فيه إقبال عجيب شهدنا فيه إقبالاً عجيباً لم نشهده في السنوات الماضية كثيرٌ من المساجد امتلأت غصَّت بالمُصلِّين وصلتنا صور لشوارع مُغلقَة بالمُصلِّين مُمتلئة بالقائمين الراكعين الساجدين في كل بقاع الأرض كانت هذه الصور موجودة قبل هذا ولكن في هذا العام كثُرت والجميع يتذاكرُ أن رمضان العام كان فيه سكينة عجيبة كان فيه سلام وكان فيه أمن كان فيه راحة كان فيه طُمأنينة لم نشهدها من قبل فسألتُ بعض من أحسبه والله وحسيبه من أهل الله ما السبب في ذلك؟ قال يا شيخ وكأن الله يقول لنا بعدها ثلاثة سنين اللي تعبتُ فيها كورونا وأمراض وأوبئة وغير ذلك أريد أن أكرمكم في هذا العام فكان هذا الرمضان فيه كرمٌ علينا جميعًا شهد ذلك من شهده وغاب عن ذلك من غاب وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن شهد هذا الخير إن في ذلك لذكرى ليس لكل أحد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ وإذا ما كان عنده قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وجه وطرب وقال يا ربي اجعلني ممن استفاد لكن أي الحبة في الله كل عاقل يعلم أن كل ما يجنيه من أمرٍ غالٍ وشيءٍ نفيس لابد أن يحفظ فتجد التاجر إذا مر عليه موسمٌ جمع فيه الأموال تجده يحفظ هذا المال ولا يضيعه بسرعة كذلك من اجتهد على بدنه فحصل صحةً عضلاً رياضةً لياقةً لباقةً إلى غير ذلك تجده يحافظ عليها كل يوم يوقف على الميزان طلعت نزلت تغير الوزن يعني ما بك ما الأمر يا شيخي تعبت لا نزلت تعبت لا عملت رياضة ونزلت الوزن الزائد لا أريد أن أرجع إلى وزن الزائد بسرعة فأحافظ على كل المكاسب وأحفظها من سرعة الضياع مكاسب مالية مكاسب بدنية مكاسب بالمناصب إلى غير ذلك كذلك لا بد للمؤمن أن يكون حصلت أيها الحبيب في هذا الشهر المنصرم القريب مكاسب روحانية مكاسب إيمانية مكاسب قلبية حصلت خيرات تساوي الدنيا بما فيها أرأيت تلك الدمعة التي كنت تذريفها في القيام هي عند الله جل جلاله أغلى من الدنيا وما فيها فهذا مكسب فاسأل كيف تحفظه أرأيت تلك الهمة التي كانت عندك في القيام أرأيت تلك المسارع التي كانت عندك في ليالي القيام تأتي فيها لحضور الصلوات وتقف فيها وتنصب أقدامك بين يدي رب الأرض والسماوات تلك مكاسب فاحفظها ولطالما نتكلم دائما عن الثبات وأسباب الثبات لكن دعوني أتكلم وإياكم بكل وضوح وصراحة عن بعض أسباب هذه الانتكاسات الكل أولاً يقر ويعترف أن الحالة الإيمانية بعد رمضان تنزل طبعاً النزول بيختلف من شخص إلى آخر الكل يقر بهذا الكل يعترف بهذا المقبل والمدبر لكن إذا بدنا نتفكر مع بعضنا ما هي أسباب النزول وكيف أراجعها وكيف أنتبه لها أولاً جاء شاب إلى شيخ وقال يا شيخي كيف أثبت؟ هل عندك طريقة أستطيع أن أثبت بها؟ قل لي ما وسائل الثبات بعد الطاعات والعبادات فقال له تعرف صاحب وظيفة قال نعم لي جار قال له شو عمله شو شغلته قال شفير قال منذ متى؟ كم عمره الآن؟ قال عمره سبعون عام قال منذ متى على هذه الوظيفة؟ قال يا شيخ أنا من أول موعيت على الدنيا وأنا بشوفه شفير يعني أربعين خمسين سنة نفس الأمر؟ قال نعم قال طيب اذهب واسأله قل له كيف ثبت؟ في دروس بتسمعها عن فضائل الشوفرة حتى تنزل كل يوم على الشغل في مذكرات وبيانات وخطب ومحاضرات بتسمعها ولا كل يوم قبل الضو بتفئل حالك وبتنزل مباشرة على عملك واستقمت على ذلك سنوات طويلة من دون مرغب ولا محرد قال اذهب إليه واسأله ما الذي ثبتك؟ فذهب فسأله فقال يا ابني بعرف إنه فلاحي ونجاحي وكمال حياتي بهذه المهنة فاستقمت عليها إذن أيها الحبة في الله عندما نعلم يقينا وصدقا من قلوبنا أن البيئة الإيمانية التي كنا فيها هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا وما بعد الموت عندها لا نحتاج إلى كثير خطب ولا دروس بل أتيقن من باطني أن الإيمان حاجة هي أشد وألح وأعظم من حاجة الطعام والشراب عرفت أن الطعام والشراب حاجة حتى تستقيم الحياة فاستقمت على الوظيفة عندما أعلم أن الإيمان حاجة أعظم وأهم من حاجة الدنيا بما فيها لأن عند أول ليلة في القبر ستبقى في الأعلى لن ينزل معي شيء منها عندها أستقيم عليها الأمر الثاني هناك فرق نير حدنة في الله بين الصورة والحقيقة شو يعني فرق بين الصورة والحقيقة هناك فرق بين الإقبال بسبب البيئة العامة وبين الإقبال القلبي الإقبال بسبب البيئة العامة الكل عند بالشغل والمصلحة والبيت والجيران والأصحاب الكل مقبل برمضان بل بالعكس بفضل الله وصلنا إلى مكان في بلادنا غالبا إذا تبقى في البيت أو في العمل الناس بتقول لك لا ولو ترويح وليش ما بتجي على الترويح ليش ما بتجي على البيئة فنا أقبل مع المقبلين ولكن يا الحبة في الله المتأمل والمتدبر يعلم أن الإيمان عزيز وغالي لا يمكن أن ينال هكذا أن تمشي مع الناس لا بد أن يسبق الإيمان نية صادقة مخلصة من القلب لسان حالك فيها يا ربي أنا مقبل بقلبي ولو كنت وحدي الناس أقبلوا ما أقبلوا أنا أقبل مع الناس وهذا تجده بصراحة عند أولئك الذين بفضل الله تعالى لم يفوتوا البيئة يعني ثلاثين يوم حافظ على البيئة ما تغيرت عند البيئة أو الإقبال عليها بسبب الظروف العامة فتجده أقبل واستقام طيلة الشهر فالذي يقبل بقلبه يعني هذا نوى والذي يقبل مع الجميع هذا تأثر مع الجميع فهذا صورة والثاني حقيقة وشتان ما بين الصورة والحقيقة الأمر الثالث الحبة في الله عدم معرفة فقه التدرج يعني يظن الواحد منا أنه إن أقبل لا بد أن يكون مقبلاً دائماً فلا يمكن أن يصيبه انتكاسه وهذا جهلٌ بطبيعة العبادة ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية وقال جل جلاله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها قال العلماء لأن الله تعالى يعلم حقيقة النفس أنها تحب التفلُّت فرغبها وأمرها بالإصطبار مش بالصبر وهو أشد من الصبر بالإصطبار على العبادة لذلك قال العلماء إيماننا يزيد وينقص من الأشياء التي يدخل فيها إبليس على النفس بالذات بعد رمضان عندما تضعف بيئة الإيمان في فترة العيد في أسبوع العيد فيشعر الإنسان بفجوة في شيء كان عنده راح هذه الفجوة يدخل منها إبليس ليقول له أنت لست أهلاً للإيمان أنت لست أهلاً للعبادة شوف شو صار فيك راح تلبيئة ففي أسبوع العيد راح عندك الإيمان فأنت انتكست فهذه صفة من صفات المنافقين أما الذي يعلم أن هذا دأب المؤمنين الصادقين المقبلين إلى رب العالمين أنهم يصابون بالانتكاسات والذنوب لسان حالهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالح وآخر سيئة خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئة لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم إذن أنت لابد أن تعلم أن مسيرك إلى الله فيه انتكاسات وهذا يريده الله جل جلاله لا يريد منا أن نعصيه لكن الله تعالى يريد منا إذا وقعنا أن نرجع إليه فإذن الوقوع بعد فترات بعد فترات الإيمانيات هذا أمر طبيعي لا ينبغي أن يشعرك بالنفاق أو يشعرك باليأس بل هذا أمر طبيعي تشد الهمة بعده لتقبل إلى الله جل جلاله الأمر الرابع الحبة في الله عدم معرفة أن المقبل إلى الله لا بد أن يبتلح اليوم يا إخواني في الله أبسط شيء بيصير مع الملتزم بيخليه يترك البيئة الغلام اللي قصته معروف عند الجميع اللي خبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان قد اختاره ساحر عند ملك من بني إسرائيل فالساحر كبر فقال له للملك بدي اختر غلام علموا السحر حتى يكون مكاني فهذا الغلام جاء إلى الساحر وصار الساحر يعلموا السحر فرح بالسحر تغيير أمور ظاهرية هو بالطريق شاف صومع فيها راهب دخل عند الراهب جلس عنده سمع كلامه عجبه كلامه فصار يقعد عند الراهب ويروح عند الساحر بس يروح عند الساحر يكون متأخر فالساحر يضربه وبس يرجع من عند الساحر يمر عند الراهب أهله يضربه فأرح عند الراهب قال له يا راهب أنا أبتلى أضرب فما العمل فقال له الراهب إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى هذا الغلام اللي بدأ بالإيمان قال له شيخه إنك ستبتلى يعني لازم تعرف إذا أنت كنت بعيد ببيئة بعيدة جيت على المسجد برمضان تبت وتركت السيئات إنك بعد رمضان ستبتلى مش عند أول ضربة كف مش عند أول بلاء تترك بيئة الإيمان سمحوني اليوم يا أخواني بتشوف شاب بتقول له وين معاش شفتك بالمسجد قال لي شيخ راح صباطي بيع الإيمان بحذاء قال فلان سمعني كلمة بالجامعة أنا ناقصني أنا فلان زأرني وطلع في يا الله شيء عجيب أو شيخ فتحت الدنيا على حمد لله بشرك يا شيخ الله بركلي وفتحت الدنيا عليه جتني وظيفي براتب هذا الغلام جاء بعد ما باختصار علم الملك بخبره فجاء بالذين يريدون قتله ضربوه بعد ما ضربوه بتترك قال لا أترك طيب من لعل ما قال الراهب جيء بالراهب اقتلوه قتلوه خذوا ضعوه في القرقور في البحر وألقوه في البحر ما ترك بل بالعكس أنقذه الله جل جلاله وعاد بقدميه إلى الملك أين الجنود أغرقهم الله خذوه إلى رأس الجبل ألقوه من رأس الجبل نصره الله عاد إلى الملك فقال للملك شوف المؤمن أنواع في مؤمن بيؤمن لنفسه وفي مؤمن بيكون صاحب مشروع صاحب مشروع للأمة هذا الشاب الغلام مثل بإذن الله كثير منكم ممن أقبل في رمضان شوف الناس في رمضان أسأل الله يجعلني وإياكم منهم دخلوا إلى رمضان وعلموا أنهم أصحاب مشروع للأمة مثل هذا الشاب فعاد إلي قال له وتقتلني قال نعم تريد قتلي قال نعم قال أنا أقول لك حل قال ماذا أفعل خلي اجمع كل القرية طيب وبعد ما تجمع كل القرية ربطني بالعمود وبعد ما تربطني بالعمود بتجيب سهم وبتقول بصوت عالي بسم الله بسم الله رب هذا الغلام قال له بس قال له بس أخذ السهم جمع الناس قال بسم الله كيف ملكه بسم الله ما أنت الملك على أساس قال بسم الله رب الغلام ورمى السهم فالسهم نزل في صدغه فمات أول ما نزل الغلام على الأرض نادى كل الناس كلمة واحد ماذا قالوا أمنا برب الغلام أمنا برب الغلام طلعا شو صهر أنا كنت بواحد أمنا كل الناس صاحب المشروع الرباني لقيام الأمة مستعد يضحي بنفسه إحنا يا إخواني ماذا مستعدين أن نضحي المشروع اللي إلنا شو مستعدين أن نضحي من أجله الآن الذي نقوله يا إخواني في الله بعد رمضان واللي دائما كنا نقوله قبل رمضان إحنا لا بدنا أرواح الآن ولا بدنا دماء فقط المشروع الذي نريده منك أن تضحي بين المغرب والعشاء الذي نريده من الشباب الآن بعد رمضان أن يضح لنا بساعة وأن يقولوا حتى نستقيم على الإيمان بعد رمضان نريد أن نقدم ساعة لله بين المغرب والعشاء هذه الساعة إذا قدمتها بعد رمضان لله جل جلاله واستقمت عليها فأنت تحضر نفسك لمشروع إنسان رباني من الإنسان الرباني هو الولي من أولياء الله الذي قال الله جل جلاله عنه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم أقول قولي هذا وأستغفر الله حدي ولكم فاستغفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أن تكون إنسانا موصولا بالملك جل جلاله هذا له ثمن رمضان يا أخواني في الله بيعرفك على طعم الإيمان بس دفع الثمن بكون بعد رمضان سيدنا مصعب بن عمير بقول الصحابي عنه رضي الله عنهم كان أكثر فتى منعم في مكة عبيته من اليمن العطر اللي بحطه من بلد آخر الحذاء اللي بينبسه من بلد آخر إذا بيمشي من طريق كل أهل الطريق يقولوا مصعب مرة من هنا من جمال الرائحة التي كان يضعها وحيد إمه تكرمه وتطعمه ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان اللي بدوء طعم الإيمان يا أخواني في الله معاش يستشعر بطعم آخر نسي تيابه حذاءه أكله شربه دلعه عند إمه وبيته هذا اللي أنا بدي أسأل نفسي وتسأل نفسك فيه هل أنا وأنت دوءنا طعم الإيمان برمضان دوءنا طعم الإيمان اللي بدوء طعم الإيمان مستحيل ينساه مستحيل يترك هذا الطعم تلواحد بجرب كتير مطاعم وبجرب كتير أكلات بس مرة داء لأمي عند مطعم لي أكلها معينة ما نسيها فدائما يأكل منها اللي داء طعم الإيمان حقا مستحيل أن يذوق بعده طعما آخر بس داء طعم الإيمان قال كيف أبقى هكذا كيف أحافظه على هذا الطعم قال بس أنت تمشي مع رسول الله طيب شو ضريبة تمشي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنك أنت ممكن تخالف وتحارب من أهلك أول واحدة وقفت له أمه نعم يا أمي إذا بدك ضلك مع محمد صلى الله عليه وسلم وإذا بدك ضلك ماشي معه أول شيء سأمنع عنك الطعام الشرب يا حبيبتي يا أمي طعام الشرب لا شيء أمام طعم الإيمان ما فينا أترك هذه البيئة طيب إذا بدك ضلك مع محمد صلى الله عليه وسلم أعد بالشمس بلا أكله بلا شرب حتى تموت ألا يشوف يا أمي أنت غالي علي أنا أحبك لكن والله لو كان لك مئة نفس تخرج النفس تلو النفس والله ما تركت محمدا صلى الله عليه وسلم طرفت عين مش إذا مت حدي مرة مئة مرة مرة بعد مرة ما ممكن أترك طعم الإيمان قالوا تطب بدي أسجنك طبي يا أمي افعل ما تشعين بعد أن كان النبي عليه وسلم كل ما مر مصعب بعبيته مخزقة وتيابه أصيري يتطلع فيه ويبكي النبي عليه وسلم يا رسول الله لماذا؟ قال هذا الشاب هذا الشاب كان منعهم هذا الشاب كان من أثرى شباب مكة من أغنى شباب مكة شوف شو عمل في الإيمان من أجل الإيمان باع كل البيئة القديمة التي كان فيها صهيب الرومي رايح عند النبي عليه السلام بالمدينة طلعوا أهل مكة وقفوا له بالطريق قالوا له وين رايح تجيتنا صعوك صغير تجرت بالمال اللي عندنا صار معك مال هلأ تروح فيه عند محمد صلى الله عليه وسلم على المدينة قالوا شو بتكون ما بنخليك تروح قالوا نشوفوا أنتم تعلمون أني أرماكم سهما أنا معي أسهم هلأ بطلع سهم سهم ما بخلوا واحد فيكم لأن ولكن إذا دليتكم على مالي في مكة تتركوني قالوا دلنا قالوا بتروحوا على المكان اللي فينا بتحفروا بتلاقوا كل مالي خذوا المال وهذا المال كله لكم بس دعوني ألحق برسول الله نزل سيدنا جبريل قبل ما يوصل صهيب على المدينة هل هذا صاحبك صهيب عرفت شو عمله صهيب دفع كل ماله حتى يوصل لعندك ولا وقف النبي عليه الصلاة والسلام على باب المدينة ينتظر صهيب ولا واصل صهيب يرفع صوت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربح البيع ربح البيع أبا يحيى فنزل فيه قوله جل جلاله ومن الناس ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قال علماء يشري نفسه هنا يعني يبيع نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله يا أحبابنا الإيمان والهدايا بده تمن اللي بيدفع حقا بياخدها واللي بده إياها ببلاش ما بياخدها اللي بده بيئتي الإيمان بدون ما يدفع التمن نفس حياته أبو الرمضان هي ذاتها فرشي وورشي وبين الفرشي والورشي من طعم الكرشي ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال يا أخواني إذا ما تدفع الهداية أوقات تقدمها لله رمضان بيمر وبيمر بعد رمضان وبيمر بعد رمضان وتبقى الحياة كما هي بعدا من نسير رمضانيين بعدا من نكيف برمضان وإجا العشرة الأواخر وإيه ومبسطنا وبيئة حلوة كانوا يا أخواني في اللازار تقوس بس كينا والله والشيخ ومبسطنا وكانت ليالي حلوة ونفس الأمر بعد رمضان لذلك الآن والجمعة بعد رمضان الآن راجح سباتك أقول إيش بدء إدفع إيش بدء إدفع الحمد لله المال قدمتم ونسأل الله تعالى القبول لمن قدم لهذا المشروع الذي إن شاء الله أسميه مشروع الأمة بإذن الله وبين قوسين نبشركم فضل الله تعالى كونا لجنة لمتابعة هذا الأمر وإن شاء الله عز وجل نخبركم قريبا بالمكان لأن هذا الأمر الحبة في الله كما تعلمون ما يمكن يتم بيوم ويومين وأسبوع وأسبوعين مجد بمرافق مباركة للأمة بإذن الله يحتاج لطول تفكر حتى ربنا تعالى يكرمنا بالمكان المناسب بإذن الله أنتم الآن قدمتم الأموال والباب ما زال مفتوح نريد منكم أن تزيدوا الدعاء لكن الذي نريده الآن لهو أغلى من الأموال نريد الأوقات نريد وقتك ما بدنا نرجع بعد رمضان تقدم بس هذه نص ساعة نص ساعة أنت عتلت سالة الجمعة وبعدين أرجع حتى يأتي رمضان العام المقبل لا من الآن من الشهر الأول بل من الأسبوع الأول بعد رمضان اعزم نيتك وقل يا ربي وفقني وانضم مع ركب المؤمنين أبشركم بكثير من المساجد وفي مسجدنا بفضل الله هناك بيئة هناك مجموعة من الشباب بفضل الله تعالى تقدم أوقاتها عندهم أشغالهم وأعمالهم وأزواجهم ونساءهم وبيوتهم وتجاراتهم ولكنهم قدموا الساعة والساعتين فقط يوميا لله وهذه الساعة وهذه الساعتين تثمر الكثير أنت ماذا ينقصك فقط انضم إلى هؤلاء وقل يا ربي أكرمني أن أكون بصحبة الإيمان وبيئة الإيمان حتى ألقاك وأنت راض عني بإذن الله تعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعفو عنا ولا غيرك لا تكلنا ومن شعور أنفسنا سلمنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرتها ولا همًا إلا فرشته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مبتلًا إلا عافيته ولا تائبًا مقبلا إلا قبلته ولا ناويًا للثبات والاستقابة بعد رمضان إلا أعنته اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين وبارك لنا في شوال واجعله مباركًا علينا وعلى الأمة يا رب العالمين اللهم ثبِّت إخوانا المرابطين والمرابطات على ثغول المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم أثلِج صدورنا وأسعدنا بفرج قريب ونصر قريب يا رب العالمين وصلِ لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم وأقيم الصلاة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة محمد أكبر